جمال هبدأ بيك النهاردة واسألك ايه اللي حصل ما بين الشوت الاول والشوت التاني. الشوت اول كان الاداء متوسط ويمكن اعلم المتوسط سواء من الاهلي او من الزمالك. الشوت التاني اختلف الحال طبعا بالنسبة الاهلي ايجابيا وبالنسبة للزمالك سلبيا. والله زي ما الناس كلها اتكلمت يعني ايه مش مش كيميا الناس كلها شايفة والناس كلها عارفة. اه بزبط الناس كلها شافة اللي حصل. الشوت لها قولاني زي ما انت قلت مفيش فرقتين يعني خايفين من بعض. افتين وقفين في نص الملعب. مش حد عايز يعمل اي مغامرة هجومية. كله بيعتمد على تزديد من من الخارج اما الكرات السابتة. سواء هنا او هنا. لغاية الدقيقة حوالي تمانية وخمسين. اه. التغييرات. هي التغييرات. انت غيرت اه غيرت اتنين لعيبة. مدافعين. ونزلت اتنين لعيبة مدافعين برضو. اه. يعني التغيير غريب جدا. مع تغيير عامل سيسي وعمر جابر. بزبط. وتغيير مصطفى الزناري بدلا من حمزة المسلوسي. بزبط. اه. يعني ايه ايه لازمتها او ايه ايه الفكر اه. يعني ايه اللي هيطور الاداء في في التغييرتين دول. انا اعرف مسلا ان احنا كل لسه نتكلم جواه مع احمد. لو انت عايز مسلا فجأة عايز تهاجن. مسلا. صح. فبتغير بتخرج حمزة المسلوسي بانزل النمار. مسلا. يعني دي تغييره لها مغزة. صح. ان انا عايز ازود الناحية الهجومية. مم. انت غيرت اه الباكرايت ونزلت باكرايت. وغيرت واحد في نص الملعب وروح تمنزل سردباك. مم. وروح تمغير الطريقة التلاتة. عبالما اللي عيبة ابتدت توقف. صح? كان بقت النتيجة بقت اتنين سفر. مم. ماتش خلص. صح. انت غيرت في الديها تمانية وخمسين. داخل في الجول اللي عوراني في الديها ستين. مزبوط. محمد عبدالغاني عبالما. ابتدى يركز ان هو بيلعب سردباك نحية اليمين. مم. زي ما بقولك بقية النتيجة اتنين سفر. ف. يعني. ما ما التغيرات ملهاش. اي لازمة. تفتكر فكر فيه. تفتكر فكر فيه. يعني بيتفكيره هو. يعني لو هتحاول توصل لدماغه هو كان يقصد ايه. بغض النظر انه غرط يعني. انا مش فاهم ايه المغزن. مفوض هو يبقى عنده رد. اللي هو ايه برضو ما هو. انا بقولك اسنتا دلوقتي. متعادل صفر صفر. ومعلكش حاجات خطر. لانت خطر ولا الاهلي خطر. صح. فعايز تزود النواحي الهجومية ماشي انا معاك. يبقى زي ما قلت لك بقى بطلع اتنين مدفعين. يبقى بطلع مسلا عمر السيسي. ونزلش كبال. مزبوط. بطلع حمز المسلوسي ونزل سيد نمارس. ولعب اتنين في النص بدل تلاتس. يبقى انا كده التغيير ما فهم خلاص. انا عايز اكسب المباراة. وعايز اضغط مسلا في اخر نص ساعة. بزود اللعيبة اللي عندها القدرات الهجومية. فعملت التغييرتين دول عشان ازود اللعيبة اللي بتهاجب. مم. لكن ده ما حصل. ما انت ما عمق يعني. ايه ايه الفرق بين حمز المسلوسي اما خرجته. مم. ونزلته عمر جابر. ما فيش. فيش حاجة. مم. خرجت عمر السيسي. وروحت بنزل زناري. ما ده في نص مقودة سردباك فقا. يعني فيش اي تطوير في الاداء. يعني حتى كمان انت. بالعكس انت فتحت صغرات. ما هو ده بقى لسه كنت بقوله لك. يعني حتى مسلا انت ما كانش مسلا عندك صغرة دفاعية. فانت عايز تقفلها. لأ انت اصلا كنت قافل اقوى جابها موجودة عند النادي الاهج. صحيح. اللي هي علي معلول مع احمد عبدالقادر حمز المسلوسي وعمر السيسي. كانوا موقف حمد فتحي. انا شايف ان حمد فتحي. هو رجل المباراة. انا معلش ان مدوها لديانج ازاي. بس حمد فتحي. هو رجل المباراة في اخر نص ساعة. التلات تحركات اللي هو تحركهم. هما التلات اهداف. صحيح.